اهلا بخضراتكم بعد 12 سنة من الغياب عن جامعة الدول العربية سوريا رجعت تاني للمنظمة الاقدم والاهم اللي بتجمع العرب من المحيط للخليج رجعت سوريا المقعدها في جامعة الدول العربية بعد تبني القرار في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارق النهاردة في القاهرة بعد ما تبنت الجامعة القرار وافق عليه الاجتماع بالاجماع عشان تنتهي ازمة تعليق عضوية سوريا اللي من سنة 2011 مع اندلاع الحرب الاهلية جلسة وزراء الخارجية العرب عبر عنها او عبر فيها سامح شكري وزير خارجية مصر عن ان السبيل الوحيد لتسوية الازمة السورية هو الحل السياسي وبدون تدخلات خارجية وشدد على كلام بتقوله مصر من بداية الوضع الحارج وهو انه مفيش حل عسكري هينهي الازمة السورية اللي مفيهاش غالب ولا مغلوب وكمان اكد على ضرورة القضاء على جميع صور الارهاب في سوريا وكمان انهاء التدخلات الخارجية واكد على ايمان مصر الكامل باهمية الحلول العربية لازمتنا اما المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحافة قال انه مساعي التكامل العربي اللي تبناها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا للجامعة العربية وان ده هيساهم في تعزيز امن واستقرار سوريا طبعا الوضع في سوريا كان محل خلاف عربي عربي لكن ده لم يمنع بعض الدول العربية من التعامل مع سوريا سواء بالزيارات او بالاجتماعات والمشاورات لانه سوريا دولة لها ثقل ولها تاريخ في المنطقة العربية عايز اقول لحضراتكم انه اجتماع وزارة الخارجية العرب في القاهرة النهاردة كان بيسبقوا اجتماع تشاوري ضم ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي ومعهم مصر والعراق والاردن ده كان في شهر ابريل اللي فات وبعدين اجتماع لوزارات خارجية الاردن والعراق والسعودية ومصر اول مايو ده للتشاور حوالين الموضوع وده كان بمشاركة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد عرض مبادرة اردنية هدفها التوصل لحل سياسي للازمة السورية ده وفقا لقاعدة خطوة مقابل خطوة عشان تمهد لعودة سوريا لجمعة الدول العربية ووضع خارطة لانهاء الصراع ومعالجة بعض القضايا المرتبطة بيه خطوة للتهدئة والاصلاح والبحث العربي عن حل مقابل خطوة عربية لاعادة العلاقات والتعاون والدعم الاقتصادي واعادة الاعمار كمان خلاص احنا خلاص منتظرين انعقاد القمة العربية في رياض يوم 19 مايو اللي بتنعقد في وقت فيه الحقيقة قضايا عربية كتيرة محتاجة موقف موحد في ظل الظروف العالمية اللي حوالينا خاصة انه كل الدول العربية عندها مشروعات طموحة للتنمية مش هتتم الا مع حلة من التهدئة في الاقليم كله حسب البيانة اللي صدر النهاردة من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الاستثنائية قرر الوزراء تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الاردن السعودية العراق لبنان مصر والامين العام للجامعة احرض ابو الغيت عشان يتابعوا تنفيذ بيان عمان والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للازمة السورية يعالج كل تبعتها وده طبعا وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة مع الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة اراضيها واستقرارها وسلامتها الاقليمية ومساعدة سوريا وشعبها على الخروج من ازمتها طبعا فرحانة جدا بعودة سوريا للجامعة العربية والمصالح العربية اللي بتجمعنا كلنا وانه تفضل دولة مهمة ودولة فاعلة في الشرق الاوسط اللي الحقيقة هو بجاب محتاج التهدئة وزي ما قاعدت خطوة مقابل خطوة هي اللي بتحكم العلاقات العربية السورية في المرحلة الجاية ياريت المنطقة كلها تحكمها قاعدت خطوة نحية التهدئة والسلام والاستقرار مقابل خطوة للتنمية والبناء والتكامل العربية نتمنى تقدر الجامعة العربية انها تحل الأزمة السورية بقا ويعم الاستقرار كل الدول العربية ليبيا السودان ويبقى فيه كده رخاء اقتصادي في لبنان ويبقى فيه حرية في فلسطين عشان العالم العربي كله يتجه بقى للتنمية ويبقى كده رقم ايجابي فاعل في المعادلة الدولية مصر جديدة اهلا بكم ترجمة نانسي قنقر